حذر الرئيس النيجري محمد بازوم من التدعيات المدمرة للانقلاب الذي تقف وفقه أو وراءه زمرة من العسكريين على البلاد والمنطقة والعالم وفي مقال نشرته صحيفة الواشنطن فوست خاطب بازوم العالم بوصفه رهينة وقال إن النيجر تعرضت لاعتداء من عسكريين حاولوا إفشال المسلسل الديمقراطي مطالبا المجتمع المدني أو الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لإعادة البلاد إلى المصاري الدستوري في النيجر ونفى بازوم مبررات الانقلاب مؤكدا نجاح المقاربة الأمنية لحكومته في وضع حد لتدهور الوضع الأمني كما دفع عن العقوبات التي فرضتها الإكواس على النيجر مبينا أن تدعياتها ستكون كارثية على البلاد في هذا الوقت الذي نحتاج فيه إلى المساعدة أطلب من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي مساعدتنا لإعادة المسار الدستوري والدفاع عن قيمنا المشتركة خصوصا التعددية الديمقراطية ودولة القانون الانقلاب الذي تقف وراءه زمرة من العسكريين إن نجح ستكون له تداعيات مدمرة على البلاد والمنطقة والعالم هذا الانقلاب يجب أن يتوقف ويتوجب على المجلس العسكري إطلاق سراح جميع من يحتجزونهم في شكل غير شرعي ترجمة نانسي قنقر